قالت وسائل أعلام فرنسية إن داعش أعلن اليوم تبنيه حادث الداس الذي وقع في مدينة نيسا الجنوبية أول من أمس وأصفر عن مقسل 84 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين وأضافت وسائل أعلام أن تنظيم بعث ببلاغ رسمي ادعى فيه أن منفذ هجوم مدينة نيسا التونسي محمد بوهلال هو أحد جنوده وأنه نفذ الهجوم وفق تعليماته واجتاح بوهلال بشحنة ضخمة كان يقودها حشودا مجتمعة في مدينة نيسا الساحلية لمشاهدة عرض للألعاب النارية بمناسبة الاحتفال بالعدل وطني لفرنسا ما تسبب في قتل 84 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بينهم 52 في حالة حرجة